اشتركوا في القناة 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 وهذه هي طريقة الصراحة بش كتجيني هكا يا رطيطبا يعني السر هو انكم تقطعوا المربعات يكونوا شوية اغلاطين كما كتعرفوا البنات يعني من الاطباق اللي كتكون خفيفة وعن طبلاد الفطور هما اللي بروشيت والصراحة كيعجبوني انا سوى الكبدا سوى الدانس سوى استردجاج او الكاباب يعني الصراحة كيبقوا خفافين كما قلت لكم وكيجوا راقيين حتى في الحطا وترافقوهما كيب مقبلات دي صالات سخان او لباردين يعني لحسب الضوق وكيكونوا صحيين وهذا هو الاهم كما كتعرفوا راه الشيواء او للطبخار كيبقى يعني هو الطريقة المتلى للطهي ديال اللحوم او للأسماك اشتركوا في القناة هاكا البنات خديت القصبر ومعدنوس هاكايا ممكن تغلبوا القصبر على المعدنوس او للمعدنوس على القصبر يعني لحسب الرغبة يعني الطيبة اللي كتعجبكم سوى ديال المعدنوس او للقصبر غلبوها وقطعتوا هاكايا رقيق يعني هادي هي طريق سيف الشرمولة البنات غنشاركها معاكم اليوم وغادي ندوز هاكايا باش نبشر هاكايا الباصل يعني رقيق وصراحة هادي الآلة كتساعدني بززاف يعني سيرتوف في يعني في تقطاع ديال البصلة صراحة كتعجبني بززاف افيكاس ويعني كتطحنها مزيان يعني لحسب الحجم اللي بغيته بغيته وها رق من هاكا كتزيد مازال يعني تحن مزيان وصراحة كان خطيار موفق مني خديثها صراحة نفعتني بزاف بزاف ديال الحوايج تقطع اي حاجة كنبغين نقطعها كرقيقة وكتشد الوقت ويد كتنفعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بعد هاكا البنات خديثها كافصوص ديال التوما غادي نحكو مكا في الحكاكا الرقيقة صراحة كان اللي بنات اللي كي شرملوها كالكبدة او اللي يعني اي شرمولة ديال البروشيت كشرملوها غير بالبصلة والربع صراحة انا كنزيد توماس يرتوف البروشيت ديال الكبدة كيجي وعاطين واحد طيبة غزالة واحد المدق خاص يعني صراحة ديروا هاكا غير وحيدة ولا جويجات صغير ورين ما تكتروش بزاف كتجي عاطيه واحد طيبة واحد اللي مثل خاصة لبروشيت اكا اضفتها كيالخرقوم البلدي وغادي نضيف البابريكا او الاطحمارة يعني هاكا شوية شوية يعني حسب حسب الكيمية اللي عندكم واللي غاد ديروا وشوية لبزار واحد راس معلقة كبيرة والكامون من طابعة الحال كما كتعرفوك يتوازد الزاف معالي بروشيت وسيرتو ديال الكبدة درسوا هاكا يا واحد نص معلقة كبيرة والزيت هاكا باش غادي نشرمل هاكا يا غادي ندور بهاز الشرمولة والملح حسب الضوغ من طابعة الحال هادي نخلط هاد الشي كاملو باش يندمجوا عندي العناصر وتشرمل ليالكبدة بدك القزبار والدعومة وبصيلة والعطرية وتندمج عندي هاكا يا العطرية مع بقية العناصر هنها يشعلت الضوغ يجيب لي بحل الكوزينة هاكا كتعرفوك يبدأ يقرب المغرب كتبدأ تدور هاكا يا الشمش حس هاكا لتكون الإضاءة ناقصة هاكا يا فتصوير شعلت الضوغ شعلت الضوغ لكوزينة وزيت حسا ديال الكاميرا باش يكون كل شي واضح مهم البنات هنها غادي نخلط هاد الشي كاملو غادي نخلي هاكا يا يرتاح واحد هاكا ربع ساعة نص ساعة يعني اقدمه خليسوه يرتاح مزيان ستقرب هاكا يا الوقيت هاد الفطور رنغطي هاكا يا بابيسو الفريزي وندخلو للتلاجع هنالبنات لا سوب طابتلي خليسا هاكا يا تفاس عليها البوطة وخليسا هاكا يا شوية بردس عاد غادي ندوز هاكا يا باش باش نطحنها غادي نحيد هادك الطريف ديال السادر الدجاج غادي نخلي هاكا يا يبرد في طبا يصيل هاكا في حرارة المطبخ عاد غادي ندوز هاكا يا باش نفرته وغادي نطحن هاديك الخضارة ديالي ومرايقة ديال لا سوب كما كتشوفو راكا تجي بالطبخ لكالي تجي هاكا يا فيمسي واقفة في في طيابها يعني كيتجي لمرقه ملبيه وخاله سوب راكا تجي صراحا، منكة الطحن∙ كاتجي كريمية باتحتاجوا تزيد الله فرماج للمواله صراحا تجي هاكا يا واقفة في المراقه ديالها ولامراقه ديالها كاتجي ملبيه غادي نطحن هاكا elles غادي ننضيف لها الدجاج اشتركوا في القناة 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 من بعد هكا البنات ما هبطت لي هاديك ماتيشة ودخلت ها الطيوبة خديت فورشيت هكا بقيت هكا يا كان معك فيها وكان نزل هكا كان هبطها ببالفورشيت باش تجيني هكا يا كما قلت لكم هات الصالة بغيت ها تجيني بحل تكسوكا او لازلوك هكا ولا مهم تجيني هابطة ومعلكة صافي غادي نبقى هكا يا نمعك فيها هكا حتى الطيح مزيان ونخليها حتى تتوقف لي هاديك الضغمين او ديك لازلوك ديل ها ديل هاد الصالة باش تجيني هكا يا بنينا صافي متفايلة من بعد هكا يا مها خليت هكا يا كبدا ديالي خدعت وقتها وهي شربات لي يعني الشرمولة مزيان مزيان بدت هكا يا باش هكا يا نديرها هكا في القطبان خليتها تقريبا حتى قرب الوقت ديال الفطور الصراحة باش اك اخذت لي وقتها شربات لي ذيك الشرمولة يعني مزيان وتنسمت لي بذيك الطيبات الشرمولة من بعد هكا البنات غادي نوجد واحد صالة هكا يا ديال مقارونية فيس صراحة هي كتجي مواتيا مع هاد البروشيت في الحطة هنا هي مقارونية صلقتها هكا يا ما تسلقوها شا البنات بزاف باش ما تجيش لكم مجنة يعني يسلقوها تاخد الطياب ديالها ما تبقاش خضرة او صافي زيتليها هكا يا الميز غادي نزيد هكا يا الميونيز واحد جوج معا لقونس كبار يعني على حسب الكمية وهنا يا البنات حتى لي بواط هكا يا ديال الحوت او للطون المعلب واحد درتوها هكا يا بالزيت دياله وواحد حيت له الزيت ما درتش يعني زيت الزيتون او لشي حاجة هكا شي زيت هكا اضافية في الصلاة خليت هكا غير الزيت هكا يا ديال الطون المعلب باش كتجيني هكا يا الصلاة من نسمة بالنسمة ديال الطون وكتجيني هكا بنينا وزيت هكا يا واحد شوية ديال الملح شوية ليبزار حسب الطوق وغادي نخلط هات شي كامل ونخليه على جانب حتى نقدمه من بعد طافي البنات هنا قرب يعني الوقيتها ديال المغرب قرب هكا يا الوقيتها ديال الفطور غادي نشوي هكا يا الكبدة يعني خلي واحد الاخير لحظة لبنات عدا شويها باش كتبقى هكا يا قابطة صخونية ومني كتبرت الصراحة كتجي خيبة من الاحسن انها تكالوية صخونة طافي ديالت هكا يا باش غادي نشوي هكا الصراحة لبنات هنا ما فيها اللي شعر شي مزمر ولا يدير شي فاخر يعني الصراحة راها كيجيو لبروشت الصراحة في الفاخر صراحة كيجو بنانين على هاد الالة ديال الطو صراحة الالة ديالتو كيجو فيها زوينين غير هي اللي البنة او اللي اللمسة الخاصة ديال الفاخر كتبقى بوح ديسا مويمانا يا صراحة هي قزتو كيما كتعرفو النهار كامل شقاو هادا للإنسان كيهيا ما فيها اللي يشعر ولا اللي يشعر ولا اللي يشعر شي مزمر دابة ولا اللي يشعر الفاخر ولا اللي يبقى ينضارب معه صافي بشي تلس سهلة وفي البناز غادين شوي غادين شوي هاكايا القطبان ديالي وغانتو ما معايا من بين الأسرار البناز بش تجيكم هاكايا البروشت ديالك بديجيكم طريين ورطي طبين انكم ما تفوتوش فيهم طياب او لا تخليهم هاكايا وقت طويل وهم مكيت شوي وحيس يوليهم جمرين وقاسحين هاكايا غير انفوت بليكم يعني طابت وما بقاش فيها الدم هاكايا واخدت اللون هاكايا مذهب صافي حيدوها هاكا من فوق العافية بش كتبقى هاكا طغية ورطي طبا هنا يا البناز كيكون هادا هو الشكل النهائي ديالت بيلة اليوم تكتوكا ديالي كتجي السراحة غزال البناز ورويحة يا سلام منعودش ليكم ولا سوف تيالي لا في المنظر ولا في المداقة البناز كيكون هادا هو الشكل النهائي ديالها دكتروفا ديال الجاج كيجي وعطينها منظر غزال وكيجي وعطين واحد لهو واحد طبا خاصة لسوب ديالي وكيما كتشوفو كتجي عاقدة وكريمية وهادي كلبصيلة والشرمولة الي شرملت فيها الكبدة هاكايا قدمتها هاكايا في طبي صلاة كتجي مواتية ونديدة حتى هي صراحة انا كتعجبني هاكا ناكلها هاكا مع البروشيت وهادي هي الصلاة الي حضرت معاكم ديال المقارنية فيه الصراحة كتجي حتى هي مع الكوزالة والبروشيت ديالي من بعد موجده وهادي هي الطبيرة ديالي لبناز ديال هادي النهار نقول لكم هنا يا سلام عليكم وانتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد على القناة يكون روتين رمضاني اولاد حضارة العيدي ان شاء الله فاليا كنتي اول مرة كتشوفي القناة ديالي ما ترديش بدغط على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصل لك كل جديد وما تبخلوش عليها باللايكات وخلو لي تعاليق والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد على القناة السلام عليكم شكرا